اشتركوا في القناة دخلت دول اخرى على الخط وهي الامارات ومنصر وروسيا وتركيا ونفذت جيوشها تدخلات عسكرية في حين لم تشارك الجزائر في عمليات احتواء الازمة رغم انها تمتلك كل المؤهلات لتلعب دور الوسيط بين الفرقاء وتشرف بنفسها على المفاوضات فتحت بعض العواصم العربية والغربية الملف الليبي ونظمت مؤتمرات لتدارس الاوضاع في ليبيا وسجلت الساحة العالمية غيابا كليا للجزائر الجارة الاقرب والشقيقة الكبرى في منطقة المغرب العربية الكبير وكأن الامر لا يعني المسؤولين في الجزائر ونشوب حرب في دولة تشترك حدودها مع الجزائر امر لا يشكل خطورة على المنطقة ككل تراجعت مكانة الجزائر اقليميا منذ اكثر من 20 سنة طيلة حكم المخلوع فقدت اشعاعها الدولي والقاري لتصبح اداة لتنفيذ سياسة الاخرين وذلك بعد فتحها المجال الجوي للطائرات الحربية الفرنسية لقصف الاشقاء في مالي يتطلع البعض الى ان تلعب الجزائر دورا كبيرا في الازمة الليبية وان تشرف بنفسها على بدء المفاوضات وان تعود الجزائر الى مربع القيادة في المنطقة بعد تراجعها في السنوات الاخيرة فدولة كالجزائر تمتلك ما يجعلها تلعب الادوار الكبرى في السياسة الخارجية